السلام عليكم الفيديو اللي فات اخدنا مقدمة قوية جدا عن برنامج power bi desktop وشوفنا ازاي ممكن ناخد بيانة منسجلة في الexcel نوديها على power bi ونعمل تقرير تفاعلي قوي جدا النهاردة هنكمل في نفس الموضوع وحنشوف ازاي ممكن نزود بعض الكالكليشن داخل التقرير اللي احنا قردي عملناه هنشوف مثلا ازاي ممكن نحسب الرافنيو بتاع السنان اللي فاتت عشان نقارنه بالرافنيو بتاع السنة دي او نحسب حاجة اسمها الرافنيو year to date او نحسب حاجة اسمها running total او الاجمالي الجاري عشان نعرف نعمل الكالكليشنز دي محتاجين نستخدم بعض دوال الدكس زي مسلا دالة اسمها calculate او دالة اسمها same period last year او دالة تالتة اسمها total year to date بعض الدوال دي ممكن تصنفها انها حاجة اسمها time intelligence functions وعشان تستخدم time intelligence functions جوة الدكس محتاج حاجة اسمها calendar table او date table الdate table ده وظيفته انه بيكون فيه listة بكل الdate المحتملة داخل الموضل والlistة دي بتكون مزيتها ان هي unique او listة فريدة وكمان بتكون sequential او متسلسلة الميزة كمان انه ممكن ازود عليه كل التقسيمات انا محتاجها للdate زي مسلا الاسابيع الشهور القوارترز السنين وهكذا عشان اقدر اعمل تقرير متكامل على كل الوحدات المختلفة للزمن. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي ممكن استخدم الدكس علشان اعمل calendar table او date table وازاي ممكن نزود عليه columns عشان اقدر اعمل تقسيمات المختلفة للdate وبعد كده هنشوف استخدام المعادات المختلفة اللي بيسموها time intelligence functions علشان ممكن نستخدم date table ونعمل calculations اتكلمنا عليها. كمان واحنا شغالين زي ما عملنا المرة اللي فاتت هنستخدم احد مميزات ال ai او ال artificial intelligence علشان اعمل حاجة انا مش عارف زي بتتعمل. هجرب اني اسأل ال artificial intelligence جوه ال power bi واقول له لو سمحت عايز اعمل كذا كذا واشوف هيقدر يعمل هالي ولا لا. وهنشوف شغالة معانا بشكل كويس ولا لا. يلا بينا هنروح على ال power bi نبص على ال example وبعد كده نشتغل مع بعض. عندي موديل فيه جدول واحد بس الجدول ده فيه بيئة المبيعات لسنتين. سنتين فيه 18 و 2019. المطلوب اني باستخدام power bi اعمل تيبل زي ده pivot table زي ده او matrix زي دي. موجود فيها السنتين تحت بعض 18 و 19. عندي net sales total للسنتين و grand total. عندي sales last year بس. وطبعا اكيد تبقى blank لسنة 18 لكن موجودة لسنة 2019. وطبعا ده لغرض المقارنة فممكن اشوف جانيوري 2019 compare to 2018. ممكن بعد كده اجيب الفرق بينهم او حسن يثبت التغير. كمان عايز يشوف ال net sales year to date. الاجمالي التراكمي. يعني كل شهر بيجمع الشهر اللي قبله لحد نهاية السنة. وفي السنة الجديدة يريسات ويبدأ منه جديد. فجانيوري 2019 ما تاخدش معها ديسمبر 2018. لا تبدأ من جديد وتبدأ تزود لحد نهاية 2019. كمان عايز ال running total الاجمالي الجاري او الاجمالي التراكمي. ما بيعملش ريسات. يعني ايه اوصل ديسمبر. وبعد كده اكمل بعد ديسمبر 2018 اكمل وهكذا. ويبقى عندي مجموع السنتين. اختصارا للوقت انا اعملت ميجر سميته نيت سيلز. لو بسعر في مرابار ستلاقي ما هو الا معدد صم وجامعة الكولوم اللي اسمه نيت سيلز. بعد كده عملت البيوت تيبر اللي قدامنا او الماتريكس اللي قدامنا. استخدمت الديد هاركي اللي بتحيب بشكل دلقائي جوه ال power bi. عشان احط السنين والشهور في الروز. وخدت نيت سيلز حطيته بالشكل اللي شايفو ده. وكمان عملت الساب توتل يكون تحت الكاتيجري. طبعا بالاضافة اني عملت تابل سميته ميجر ستيبل وحطيت جوه الميجر الوحيد اللي عندنا حتى هذه اللحظة اللي اسمه توتال نيت سيلز. زي ما اتفقنا علشان احسب اللاست تير او حتى احسب اليير تو ديت. فانا محتاج ان انا استخدم حاجة اسمها تايم انتليجنز فونشنز. والفونشنز دي عشان تشتغل بشكل صحيح. لازم استخدم معا حاجة اسمها الكلندر تيبل. طبعا لو رحت على الموضل فيو دلوقتي. هتلاقي ان انا عندي الال سيلز. ادي الجدول الاصلي اللي انا اجابه من الاسل. وعندي كمان الماجرز تيبل. طبعا ده ما هو الا حاجة تنظيمية. احطوا جواها بس الماجرز لكن مش هستخدمه في اي حاجة في الموضلينج. يبقى انا محتاج اضيف جدول تاني. الجدول التاني ده هيكون ما هو الا لستة من كل الديتس. وهعمل ما بين الجدولين مع بعض. يعني هعمل ما بين الال سيلز والجدول الجديد بدلالة القلم اللي اسمه ديت. عشان احسب السيلز تحت السنة اللي فاتت. وكمان احسب السيلز يير تو ديت. وكمان هنستخدمه عشان نحسب الروننج توتل او الاجمالي التراكمي. طيب عشان اعمل الكالندر تيبل ده هعمله باستخدام الدكس. في طرق كتير قوي ممكن اعمله على الاكسال اللي بعد كده اعمله لود. ممكن اعمله باستخدام باور كويري من جوة الباور بي اي. لكن خيان نهارده نشوف ازاي ممكن نعمله باستخدام الدكس. وانا واقف على الموضل فيو. هروح على هوم. هلاقي حاجة اسمها كالكيليشن. هلاقي نيو ماجر ونيو كولوم ونيو تيبل. في الحالة بتاعتنا انا عايز نيو تيبل فهدوس على نيو تيبل. هيوديني على فمولا بار و هيكتب لي تيبل و هيستنى مني اسم التيبل. التيبل هسميه كالندر. وبعد كده اكوال عشان ابدأ اكتب الديكس فونشن. الفونشن سهلة جدا اسمها كالندر اوتو. وبعد كده اقفل قوس وافتحه مفيش اي بارامترز. وبعد كده اعمل علامة الصح دي وهو الواحد و هيبدأ اعملي تيبل جديد زي ما انت شايف اسمه كالندر تيبل. تعال نروح على الديتا فيو عشان نتفرج عليه. التيبل ده ما هو الا الكلوم واحد والكلوم ده اسمه date by default و يسميه date. و زي ما انت شايف كده حضرتك عندي لستة من التواريخ. ولو فتحت الفلتر هتلاقي من 1118 وبينتهي في 31 ديسمبر 2019. طب عارف بين التواريخ اللي عندي الفونشن دي بتروح على الموضل كله بتدور جوه كل التيبلز اللي فيها اسمه date. وبتشوف اول تاريخ واخر تاريخ وبتعمل الكالندر تيبل بناء عليهم. لكن في شوية حاجات لازم اعملها عشان اتأكد الكالندر تيبل دي شغالة معي بشكل ممتاز. اول حاجة لو طلعت فوق في column tools هتلاقي انه النام date بتاع الكولوم اللي اللي واقف عليه مفيش مشكلة. والتيب date and time لا انا عايزه date بس فممكن اختار date بس. طبعا الحاجة التانية ممكن اختار format اقل من ده شوية فمن drop down بتاعت الفورمات ممكن اختار حاجة زي 14 مارس 01 دي. الحاجة التانية انا محتاج حب التقسيمات للdate. ممكن اعملها بكزا طريقة. ممكن اعمل new column وابدأ اشتغل عن new column زي ما عمل بالزبط في الاسل. وممكن جوه نفس داكس كود اللي بكتبه ده ازود حاجة اسمها add column. قبل calendar auto ازود حاجة اسمها add column. دي function برضو. احقف جوة فملا بار. وابدأ اكتب add دي. الاختيار اللي جالي add columns. وطالب مني اول حاجة طالب مني table. التابل ما هو الا output اللي جاي من calendar auto. فحقف في الاخر واعمل الكاما. ممكن اعمل shift enter واروح على سطر جديد. واشوف عايز مني ايه بعد كده. عايز مني اسم الكلم اللي هزوده. اول كلم انا محتاجه. محتاج الشهر. محتاج اسم الشهر. فهعمل double code. وهقول له والله انا عايز month. كاما. عايز مني expression. الاكسبراشن ليه هستخدم function بسيطة جدا. اسمها format. لو حالك تعرف الفونكشن اسمها text في الاسل. دي اختها بالزبط. هتاخد مني ايه? هتاخد مني الكلم اللي اسمه date. فهفتح square bracket. ادي الكلوم اللي اسمه date ظهر عندي. هعمل كاما عشان ديه الفورمات اللي انا عايزه. هعمل double code. وحط ثلاثة ام. ثلاثة ام الكود بتاع اسم الشهر المختصر. اللي هو جان فب مارش و هكذا. هاقفل القوز بتاع فورمات وعمل كاما. shift و enter عشان اخد سطر جديد. محتاج كمان السنة. فحابد اكتب year. كاما. expression. فيه function اسمها year. هتجيب لي رقم السنة. وبرده عايزة مني date. هفتح square bracket واختار date. واقفل. عايز كمان رقم الشهر. صحيح مش هستخدمه. وانا بعمل report لكن هستخدمه عشان ارتب الكلم بتاع الشهور. فهعمل كاما. واعمل shift enter. وبعد كده هاعمل double code واكتب month number. اقفل double code واعمل كاما. عندي function ضريفة جدا زالة في الاكسل اسمها month. هاديها برضو date وهي هترجع لي رقم الشهر. كده انا خلصت. ممكن اعمل shift enter واقفل القوز. يبقى انا كده عملت add column. هنشوف لما نعمت صح اللي هيحصل. هتلاقي عندك بعض الكلمز اضافت. بقى عندك التاريخ. عندك الشهر عندك السنة. وعندك month number. طبعا ممكن تزايد حاجات اكتر من كده. ولكن ده كافي جدا بالنسبة للي احنا عايزينه. طيب هل كده انا خلاص خلصت ال calendar date. لا فاضل حاجتين كمان صغيرين اوي. اول حاجة محتاجة اقوله لو سمحت رتب لي month ده بدالة month number. ودي بسيطة جدا. هاختار الكلوم بتاع month. وبعد كده هروح على column tools من فوق. وهلقها اسمها sort by. زي اللي موجودة بالزبط في ال power pivot. هاقوله لو سمحت تعمل sort by month number. فكده لما هستخدمها جوه اي report هترتب بشكل ممتاز جدا. الحاجة التانية من table tools. هعمل حاجة اسمها mark as date table. هاختارها واقوله mark as date table. هيسألني فين الكلوم بتاع date. هاختارها على طول date. وقوله اوكي. تعال نرجع على model view ونتفرج على الشكل. كده بقى عندي calendar table. وادي الكلومز اللي انا اضفتها. كل اللي محتاجوا دلوقتي ان انا اربط الجدولين ببعض. وطبعا اكيد العامل المشترك اللي بينهم او الكولوم المشترك اللي بينهم هو column date. هاختار column date من calendar. واروح بي لغاية column date اللي موجود في all sales. وحلاقي على طول بقى عندي one to mini relation. one من ناحية dimension table اللي هو الكالندر. والميني او الاستريك موجودة في ناحية all sales او transaction table. ولو روحت دلوقتي على يمين بصيت على the tables بتاعتك. افتح كده all sales. لو تفتكر كان في هنا date hierarchy. date hierarchy ده اختفى تماما. لان دلوقتي انا قلت له انا عندي calendar table. وعملت له mark s table. وكمان انشأت علاقة ما بين الجدولين. تعال نروح على report بتاعنا. هتلاقي report بدل ما كان متقسم بالشهور. بقى متقسم بالايام. لان الهياركي اختفت. وبالتالي ممكن اعمل تعديل في report. هروح على calendar. وهاختار المنث والسنة من هنا. فانا مختار ال pivot table او حاجة x out التي موجود هنا. وبعد ذلك اختار السنة. اضطها في الروز. بعد ذلك اضطيها المنث. ويحقق هنا على يمين في اي حتة. واقول له expand entire level. فكده بقى عندي report زي ما كان. اسامي الشهور اللي انا عملتها المختصرة. والنت sales للسنتين تحت بعض. وكده احنا جاهزين. ممكن نزود الميجرز اللي احنا عايزينها. قبل ببدأ نشتغل على ان احنا نجيب السنة اللي فاتت. وكل الكلام ده. تعالنا حاول نفهم اللي بيحصل جوه ال pivot table ده. لو تفتكر انا كنت عامل ميجر واحد بس. ولو اخترناه وبصينا على formula bar. هتلاقي الميجر ده بيقول some. وعدلة some. وبيجمع ال column اللي اسمه net sales. والكلام ده موجود جوه all sales. ولكن لما حطناه جوه ال pivot table. هتلاقي ان هو قدر يقسم. يعني هنا عارف ان انا في جانوري الفين وطمانتاشر. وقدر يقسم. يخلي الجامع اللي حصل لي. مقتصر بس على الروز المرتبطة بجانوري سنة الفين وطمانتاشر. ونفس الكلام لكل السطور دي. طبعا لو عملت سليسر. تعال نجرب نعم السليسر. مثلا هاختر اي حاجة من هنا. وليكن مثلا كاتيجري. وهه اطفق اي حتة فاضية في الكانافيس. وبعد كده احولها لسليسر. لو عملت بعد كده اختيار من جوه السليسر ده وليكن اخترت بايكس. يبقى هو عمل فلتر لجانوري وكمان عمل فلتر للبايكس. طب ازاي الكلام ده حصل. تعال نرجع للمودل فيو. نبص على التابلز ونحاول نفهم ايه اللي حصل. لما انا اخترت شهر محدد من جوه الكلام اللي جوه الكالندر تابل. راح بص على الديت المكافئ للشهر ده. طبعا اخترت شهر يناير فاختار واحد وثلاثين يوم المتبطين بشهر يناير. ومشي على اللي موجودة ما بين التو كولومز دول. وراح عمل فلتريشن للتابل ده بالكامل يعني يقل العدد سطوره وخليها بس بصة على شهر يناير الفين وتمنتاشر. وبعد كده طبق عملية الجمع. يبقى معنا كده وانا واقف جوه البي فيو التابل ده. في حاجة اسمها فلتر كونتكست او سياق التصفية. وده اللي بيخليني اقدر اشوف الديتا متقطع بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا اقدر اجيب السن لفات وحطها جوه نفس السطر اللي موجود بتاع السنة دي. يبقى انا محتاج اغير في الفلتر كونتكست. محتاج اعمل تغيير او مانيبوليشن للفلاتر اللي جاية من البي فيو التابل نفسه او حتى اللي جاية من السليسر. عشان اعمل كده يبقى انا محتاج فونكشن تساعدني. والفونكشن دي اسمها كالكليت. ودي اشهر فونكشن موجودة في الديكس. كمان انا عايز اشتغل على التايم. يبقى عايز اغير في التايم. يبقى زي ما اتفقنا. هنشتغل على حاجة اسمها تايم انتلجنس. وعشان اجيب السنة اللي فاتت هستاخدل فونكشن اسمها سيم بيريد لاستير. تعالى بسرعة. نروح على المجر ستيبل. على يمين التلات نقط دول هاخترهم. وقل له سمحت انا عايز نيو ماجر. فحيوديني على طوع فوملا بار. وخلينا نسمي ماجر جديد. وليكن total net sales last year. وبعد كده هابدأ اكتب equal. ممكن اعمل shift enter وابدأ من line جديد. وهابدأ اكتب calculate. وكالكليت محتاجة مني expression. expression يعني فورمولة معمولة قبل كده. واحنا وردي عندنا ماجر اسمه total net sales. يبقى عشان اختار ماجر. هافتح سكوير براكت. هيديني اسامي كل الماجر. عندي ماجر وحيد. هاختاره اللي هو total net sales. وبعد كده اعمل كما. وshift enter. علشان بعد كده اكمل. انتفقنا ان كالكليت. هتساعدني انا اغير في الفلتر. طلبت مني expression. كان يقول له لو سمحت اعمل لي re-evaluation للماجر ده. ولكن بفلتر جديد. هوا طلب مني filter number one. ممكن filter one two three. زي ما انت عايز. الفلتر الاولاني عايز ابدأ اغير في التواريخ. عشان اغير في التواريخ. هستخدم واحدة من time intelligence functions. وقلنا اسمها same period last year. يبقى حكتب same period last year. وبتطلب مني ايه? بتطلب مني dates. والdates موجودة عندي في الكالندر. فحابدأ اكتب calendar. واختار القلم بتاع date. واقفل القوس بتاع same period last year. وشفت enter. واقفل القوس بتاع calculate. واستخدم check mark. ممكن كمان اعمل number formatting. ممكن اختار الفصلة بتاعة ال الف. وخليني لو سمحت من غير اي decimal places. وادي الماجر الجديد اسمه total net sales last year. تعال نحطه جوة ال pivot table بتاعنا. وادي النتيجة قدام حضرتك. اول سنة مالهاش last year. لاني بادئ من سنة 2018. ولكن لو عملت check على اي رقم من دول. هتلاقي هو بالزبط الرقم اللي جاي من فوق من سنة 2018. موجود في مكانه الصحيح. زي ما انت عايز بالزبط. الخطوة اللي بعد كده ان انا ابدأ احسب. يعني ايه? يعني اعايز اول شهر يناير. اشوف نفس الرقم. فبراير اشوف جميع الرقمين. مارس مجموعة ثلاث ارقام. ولكن بشرط ان في النهاية يحصل ريسات. وفي السنة الجديدة ابدأ من جانواري من اول وجديد. عشان اعمل كده برضو هستخدم واحدة من time intelligence functions. والمرة دي هستخدم function اسمها total year to date. نفس الكلام هروح على ماجر ستيبل من ثلاث نقط هقوله new ماجر. هيوديني على فمولا بار. وهسميها net sales ytd. يعني year to date. وبعد كده اعمل equal. وهستخدم function بتعبر عن نفسها. اسمها total ytd. طلبة مني اكسبرشن. الاكسبرشن موجودة عندي اللي هو total net sales. فهفتح ال square bracket. هختار دلوقتي total net sales. وبعد كده قام نفس الكلام. محتاج مني تواريخ. دي برضو من time intelligence functions. والتواريخ لازم تكون في calendar table. فهبدأ اكتب calendar. واختار منه date. واقفل القوس. وهستخدم check mark بنفس الطريقة. ونعمل برضو formatting. ادي الماجر الجديد. هحطه جوه ال pivot table. وتعالى نراجع. اول شهر واخد شهر واحد بس. الشهر التاني مجموع الشهرين. لو نزلنا عينار السنة الجديدة. بيعمل reset ويبدأ من السنة الجديدة. وبرضو يعمل accumulation لحتى نهاية السنة. تعالى نجرب بقى اخر حاجة. ازاي ممكن نعمل running total. ما بيحصلوش reset جوه السنين. يعني يفضل مكمل عبر كل السنوات. كل ما زود revenue يفضل يجمع شهور ورا بعض او ايام ورا بعض زي ما انت عايزي بقى ماشي على الايام والاسابيع وطبعا الشهور والكورترز وكل حاجة. يفضل يجمع من غير ما يحصل اي ريسات. انا بصراحة مش عارف ازاي تعمل. ولكن برضو هعمله. طب ازاي ممكن اعمله انا مش عارف. هستخدم حاجة اسمها quick measure. وده الفيديو التاني اللي بنوري فيه ان انت ممكن تستخدم بعض الفنكشناليتي بتاعة الاي اي اي اللي موجودة في الpower bi علشان تعمل حاجة انت مش عارف ازاي ممكن تتعامل. اعمل شاك على الفيديو اللي قبل ده اللينك بتاع موجود دلوقتي فوق ممكن ترجع له هتلاقي بعض الفقرات في استخدمنا الفكرة بتاعت الاي اي اي عشان اعمل حاجة انا مش عارفة. طب هعمل ازاي الاي اي ده او هعمل ازاي الماجر ده. لو طلعت فوق وانت واقف على الهوم هتلاقي هي اسمها quick measure. quick measure ده لو دست عليه هيفتح لك ويندو زي دي وهيبدأ اسألك اسئلة وعن طريقة هوا هيعمل ال dax report اللي انت عايزه او dax function اللي انت عايزها. فاول حاجة select calculation انا محتاج running total. لو نزل تحت حتلاح يسمها running total فهاختارها. بعد كده base value. عايز ال value اللي جمعها لك running total ايه هي? هدوس على plus وهقول لو سمحت انا عايز من الماجرز. عايزك تعملي الكلام ده على total net sales. طب الفيلدز انت عايز running total ده على date ولا على category ولا على product ولا عليه بالزبط. في الحالة بتاعتي انا عايزه على date سيبقى اختار ال calendar واختار منها date. وعايز ال direction عايزه ascending و descending. عايزه تراقصي ولا تصعودي. اكيد طبعا في حالتنا عايزه تصعودي. فكده هو default ascending يبقى حدوس على add. وحتلاقي هو الواحد وعمل لك major. وادي الكود كتبه لك بالكامل. طبعا اسم كبير شوية ممكن اختصره. فممكن مثلا running total دي خليها RT. وين date دي خلاص انا عارف ان هو in date. واعمل ال check mark. ونتعا نقفل ال window دي. وتعالا نروح نجيب الماجر بتاعنا الجديد. طبعا واحطه في table غلط. مفيش مشكلة ممكن انقله. وانا مختار الماجر. ممكن اروح فوق وابص على الشمال خالص في ال structure ده. واختار ال home table اسميه الماجر table. فهينقله مفيش مشكلة. وبعد كده هاخده وحطه جوه ال pivot table بتاعنا. ونفس الكلام اي دي الدنيا ماشية مظبوط جدا. الاجمالي نهائي مظبوط. ولو بصيت هتلاقي بيجمع كل الشهور. ولما جيه عند ديسمبر ونقل عيناير برضو جمع شهر يناير على على الاجمالي الجاري بتاع ديسمبر. وفضل مكمل لحد نهاية السنة. يبقى انا كده قدرت اعملت جدول موجود فيه total sales موجود فيه sales last year net sales وكمان running total. لو تفتكر السليسر ده جرب كده اختار اللي انت عايزه الفلاتر شغاله معك بشكل هايل. ولو زودت فلتر تاني او سليسر تاني فبقى عندك برضو الريجنز يبقى ده ديناميك معاك الفلاتر كلها شغالة او السليسر كلها شغالة بشكل هايل جدا. شوفنا ازاي ممكن نستخدم time intelligence functions. وشوفنا قبلها كمان ازاي ممكن نعمل ال calendar table باستخدام ونحط عليه التصنيفات المختلفة. احنا نستم نكملين مع بعض اكتر من كده في ال power bi استنوني في الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ده لو سمحت اشترك واعمل لايك واسب لي تعليق واستنيني الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.